منافس جديد في الفائلات الصادية من شركة ريلمي وهو الريلمي نارسو 30A فالهاتف أصبح متاح في الأسواق الجزائرية بسعر 9600.4 جيجران مع 64 فالهاتف يأتي بعداد ممتاز جدا ويعتبر من أفضل الخيارات اقتناء هذا الهاتف لذلك دعونا نتعرف على المواصفات الكاملة وهل فعلا خيار ممتاز للشراء أم لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم من جديد قبل البدء ادعمونا بلايك للفيديو وإذا كنت أول مرة تشاهد القناة اشترك الآن وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد والآن هيا نبدأ تصميم الهاتف المشابه لهاتف الريلمي C12 تقريبا مع اختلاف بسيط في ظهر الهاتف أما الخامات المستخدمة فهي من البلاستيك ويزر 200 و5 جرام عندك من القلب كاميرا مزدوجة في إطار مربع على يصار الهاتف ومستشعر بصمة في أعلى منتصف الظهر من الأمام شاشة تمتاز بنطش على شكل قطرة ماء ومن الأسفل منفذ شرح من نوع C ومنفذ 3.5 ملي للسماعات ومنفذ السماعات الخارجية مع مايك لعرض الضوضاء على الجانب الأيسر منفذ شرح الاتصال وعلى الجانب الأيمن زر الضق وزراج التحكم بالصوت بشكل عام تصميم ليس بجديد من ريلمي كما أن الهاتف ثقيل وستأخذ وقت لتعتاد عليه الشاشة هنا من نوع IPS LCD مقاس 6.5 إنش بجودة الـ HD Plus بمعدل كتابة بشترات 270 بيكسل لكل إنش تقدم الشاشة آداء جيد من حيث الدقة والألوان والسطوة للأمان الشاشة مرضية جدا في هذه الفيس سوري أما الميزة الأقوى في الهاتف هي الأداء حيث يأتي بمعالج قوي من ميدياتك الهيليو G85 بدقة تصنيع 12 نانو مع معالج رسومي من نوع مالي G52 يقدم الهاتف آداء ممتاز جدا في الاسخدام اليوم من تصفح ومشاهدة الفيديوهات وفتحة تطبيقات بالشكل سلس جدا كما أن تجربة الألعاب ممتعة جدا ولن تعاني من أي تهنيج أو بطف الأداء سواء الألعاب الخفيفة أو الثقيل للأمانة أفضل الهاتف تأخذ بهذا السعر من حيث الأداء كما أن الهاتف يأتي بنسختي 3 جيجا رام مع 32 جيجا ذكرة تخزين أو 4 جيجا رام مع 64 جيجا ذكرة تخزين ويدعم تركيب كارت ذكرة غير الهاتف يعمل بنظام اندرويد 10 ووجهة ريلمي UI أما الكاميرات فهي ثلاثية واحدة في الأمام بدقة 8 ميجا بيكسل وفي الخلف كاميرا مزدوجة الرئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل والثانية بدقة 2 ميجا بيكسل للأبيض والأسود مع فلاش وحادي من نوع الليل تدعم HDR والبانوراما وتصور فيديو لحد الفول HD بصراحة جودة التصوير تعتبر ممتازة جدا وتكاد تكون الأفضل في هذه الفيس سري يأتي الهاتف ببطارية عملاقة 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وار كما يدعم الشحن العكسي بصراحة اعتبره من أفضل الهودة التي تستحق الشراء بهذا السعر ولم تجد أفضل منه من وجهة نظري فهو يملك معالج الأفضل حاليا وكاميرا ممتازة مع بطارية كبيرة تكفيك اليوم بكل سهولة كما أن الشاشة مقبولة جدا على الرغم من أنها HD بلاس لذلك الهدو يستعق الشراء بكل جدال كان هذا كل ما لدينا حول الهد في الأخير لا تنسى عمل لايك للفيديو وإذا كنت أول مرة تشاهد القناة اشترك الآن وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد ودومتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر